قتل تسعة عشر مدنيا في اليوم الخامس من القصف الصاروخي الذي تشنه قوات النظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية فيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يصوت خلالها على الأرجح على مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في سوريا التفاصيل في سيقد التقرير في اليوم الخامس على التوالي من تصعيدا أودى بحياة 368 مدنيا تواصل قوات النظام السوري استهداف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق بوابل من القدائف الصاروخية فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا للتصويت على مشروع قرار حول هدنة في سوريا لمدة 30 يوما لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحة فيما أسمته الأمم المتحدة جحيما على الأرض وعلت بعض الأصوات في المجتمع الدولي للمطالبة بوقف التصعيد فيما توالت بيانات منظمات غير حكومية تندد بوحشية القصف الذي طال أيضا المنشآت الطبية ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس قتل 19 مدنيا وجرح أكثر من 120 جراء القصف على مدن وبلدات الغوطة الشرقية وكانت طائرات الحربية غابت عن أجواء الغوطة طوال الليل وحتى الصباح لتعاود القصف ظهر الخميس وفق ما أفاد المرصد السوري ويفاقم التصعيد من معاناة المدنيين والكوادر الطبية التي تعمل بإمكانات محدودة نتيجة الحصار المحكم منذ عام 2013 ويتوافد إليها مئات الجرحى يوميا فيما أفاد مراسلون وأطباء عن استهداف مستشفيات عدة في دومة وحمورية وعربين وجسرين وسقبة فضلا عن مركز للدفاع المدني في دومة وغيرها من المرافق الطبية وباتت مستشفيات عدة خارج الخدمة فيما تعمل أخرى بالرغم من الأضرار الكبيرة التي طالتها هذا وأثارت حملة قصف احتجاجات دولية وعلت أصوات مطالبة بوقف العنف وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء بتعليق فوريا لكل الأعمال الحربية وصفا الغوطة بالجحيم على الأرض فيما وصفت ألمانيا ما يحصل بأنه مجازر قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وطالبت فرنسا بهدنة في أسرع وقت كما دعت الرياض النظام إلى وقف العنف ترجمة نانسي قنقر